يقول السائل أهل بادية يقيمون في مكان معين مستوطنين ببناء أكثر من أربعين رجلا ومدة إقامتهم أكثر من سبعة أشهر ولكن في زمن الأمطار يرتحلون طلبا للقطر والكلأ ويرجعون بعد شهرين تقريبا إلى مكانهم هل عليهم إقامة الجمعة مدة إقامتهم وإذا لم تجب عليهم فما حكم صلاتهم في السنين الماضية التي صلوا فيها الجمعة إذا كانوا جعلوا هذه المباني محل إقامة لهم استوطنوها تعتبر بلدا لهم ولكنهم في وقت القطر ووقت الرعي يذهبون بمواشيهم تبعا لمواطن الخصب ثم يرجعون إلى هذا البلد يقيمون صلاة الجمعة لأن هذا استيطان لكن إذا ذهبوا لرعي مواشيهم في البر ليس عليهم جمعة في حالة ذهابهم للرعي ليس عليهم جمعة إذا عادوا إلى هذا البلد فإنهم يصلون الجمعة نعم